أحمد علي أهلي وصحبه وسلم أهلا بكم في قناة رواقع وإبدادها بقية النهاردة يا جماعة هنشرح التسجيلات الأديمة اللي هي تشغلت تسجيل وراديو بناء على رغبة بعض المتابعين بس أنا أحاول أقول يعني أشرحه وأقول أعطال إن شاء الله ألم بأعطال كتيرة ومتابعين يلقوا مغيتهم في معارفة العقل وسببه أو تصليحه إن شاء الله أول حاجة يا جماعة ده الجهاز جهازات عموية بتاعة المسجلات عموما بتتكون من طبعا ميكانيزم ده اسمه ميكانيزم اللي هو اللي بيدخل فيه الشريط من فوق كده يا جماعة هنا مفتاح راديو وتيب راديو وتيب ده بنجيبه كده يروح نائل من التسجيل أو المسجل إلى الراديو نجيبه كده يبقى تسجيل يبقى كده تسجيل ويجيب ويلغي الراديو ودوائر الراديو ويجيب المسجلات هنا فيه كمان مفتاح اسمه مفتاح التون ده طبعا ضايع أنا كواس إنه نتلكه جهاز عندي قديم تون ده بنزبط بين نغمة بتاعة الصوت طبعا ده إمكانياته بالنسبة للأجهزة اللي فيها مكبرات كبيرة وفيها إيكولايزر وفيها اللي هي بتنظم الصوت وبتتحكم فيه طلع نبرة خينة طلع نبرة فيعة يعني بتتحكم فيه نغمة الصوت أما ده مفتاح الصوت ده فبيتحكم في قوة الصوت اللي هو صادر منه وده اسمه مفتاح الفوليوم أو مفتاح الصوت جنبيه كده ده عموما على كل المسجلات يا جماعة المسجلات بالراديو أو الكاسد ده مفتاح البند أو الموجة طبعا ده أربعة موجة F M M W S W S W طبعا فيه بلاد بيشتغل فيها الموجات كلها وفيه بلاد ما بتشتغلش فيه في مناطق تلاقي ال F M قوية وفي مناطق في نفس البلد تلاقي ال M W قوية على حسب البلد هي مقوية إيه مقوية ال F M وال M W طبعا ال F M دلوقتي هي اللي سيدة في مصر ال M W مش قوية مش طبعا مع اختراع الموبايلات والأجهزة الشوشرة للأسف الرداودي بتستقبل إشارات الموبايلات فبيضخل عليها كمية شوشرة عالية لدرجة إنك لو أنت بتشحن موبايل ممكن الترادوذات بتاعت الردو عشان قريبة من من تردد اللي هو الشواحن بيستقبلها بوسط الإيريال بتاعته وبيطلحها في في الصوت بعد كده يا جماعة هنا فيه مفتاح التوليف تيونينج ده أو مفتاح أو دي أكرة طبعا المفتاح من جوه مختلف جوه أهو قد المفتاح يا جماعة ده الجزء المربع وعليه زي ايه زي ايه زي ايه زي ايه زي كده مصامير بنلجأ لها الزبط بعد الايه المحطات في عنده الضرورة مش 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 على طول عشان ما نغيرش الترددات بتاعته أو الزبط بتاعه اللي هو جاي بيه اللي هو زبط الماصنع افك كده يا جماعة عشان انتبعينا اكتر الحاجات دي هيك وارجع لكم تاني خلعنا يا جماعة الايه السير ده اللي هو بتاع المؤشر بتاع المحطات وهو متصل طبعا بالعجلة دي أو البقرة دي كده اهو كده متصل بدا كده كين هو فيه التدريج ده بيغير السير طبعا ده ده المكاسف المتغير ده اللي بنغيق ده باندماج مع مثلا الملف بتاع الام ده وده العمود الفريط ده بتاع الموجة المتوسطة النعم او ده الملف ده تقوم من اربع ملفات وده بتاع الام ده طبعا لو اتقطع ده بتختف المحطات طبعا بيعمل دايرترانين مع الملفات دي مع المكاسف ده بيتولد دايرترانين يعني بتستقبل المحطة فده يعني اعتبر مجموعة من المكاسفات لو حطينا مكاسف سابت هيستقبل المحطة واحدة طبعا احنا عايزين نغير الموجة مش الموجة المحطة ذات نفسيها فطبعا ده جعلوه متغير عشان يغير المكاسف المكاسف يتغير باستمراء بواسطة فيه اكسي هنا في الواسطة هنا اهو كده يلف كده يلف كده يا جماعة يروح مغير المكاسفات دي وطبعا المكاسف ده مكاسف متغير مستابت ومع كده برضو يا جماعة المكاسف ده بنختار بيه الاربع مجاد هنرشع كده يا جماعة الموضوع الاول ككله وبعدين ايه بالتفصيل طبعا ده راديو ومسجل دي الميكانيزم بتاع المسجل اهو بنحط الشريط هنا اهدي البقرة دي اول ما بتشتغل بتلف بتلم الشريط ينزل الهدي ده يروح متعرض للمغنطة الموجودة في الشريط اللي هو ده يا جماعة اهو زي حاجة زي كده ادي شريطه هو طبعا بينزل هنا تحت ايه الهد الهد بيتمغنط بالمغنطة اللي هنا اللي متسجلة هنا ياخد المغنطة ديك في خلال السلك ده ويدخلها الدوائر ايه الراديو للدوائر يعني بتاعت الكاسد اللازمة لتشغيله فعلى سبيل المثال كده يا جماعة اهو ادي السلك بتاع التسجيل اربعة اربعة اتنين طرف لانه ده استيريو اهو يا جماعة واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة طرف وده ارضي بيتوصل بالايه بالجسم المعدني ده عشان ما يطلعش الشوشرة طبعا اهو يا جماعة طالع من هنا الصوت طالع من الهد بيروح هنا من خلال دايرة التكبير يتكبر ويروح بقى لايه لدارة التكبير الكبيرة لخارج السماعات هنا دا يا جماعة في مفتاح اهو دا مفتاح دا المفتاح دا يا جماعة بيتضغط عليه دا بيقاسبت كده في حالة ازاعة الايه الشرايط اما في حالة التسجيل فبيغير الوضع بيتدس على الحتة دي كده كده بص يا جماعة نقرب شوية اهو بص يا جماعة ندوس كده ينقل من حالة تشغيل الشريط للتسجيل على الشريط بواسطة في هنا اهي حتة حتة معدن اهي كده يا جماعة لما جيب ادوس على دا اللي هو بتاع الشريط اللي هو بتاع التسجيل اللي ايدوك او كده يا جماعة ده ده كده بيضغط بينزل على تحت بس لازم اشيل الحتة دي تكون مرفوعة كده عشان تحرر الزرار دوك تحرر الزرار التسجيل ويروح دايس على اد الحتة دي فالحتة ديس اهي كده تخلي ايه اهو يا جماعة نخلي الزرار ده يروح نازل بصوا اللي هو ده ده اهو يا جماعة نزل لان انا حررته طبعا حررته بالقطع اللي تحت بتمنع نزوله علشان كده يا جماعة اول ما بنجيب تبشيريته ومش عايزينه يسجل بنكسر الحتة الصغيرة ده هيك علشان ايه لو عايزين نسجل طبعا الحتة دو هي موجودة بيمنع اه انك تسجل عليه لان ايه دي اهو بيروح ايه كده كده يسجل دوله هو نازل ما يسمحش للزرار ده بالتسجيل ومسح الشرايط طبعا ليه فيه يا جماعة يعني ليه فيه في في فيديوهات تانية عن المسجلات وكله عطله بعطله بس اندي فكرة كده عن الميكانيزم طبعا زيما قلت ده اما بدوس على المفتاح ده بينزل الهد في الشريط تنزل البكر ده على الزريط ده عشان تسحب الشريط بنعومة اهو يا جماعة ودي تلم البكر اليمين دي تلم ودي لو احنا حبينا الرجع بتدوس على مفتاح الترجيع ودي تروح ايه مرجع وفي نفس الوقت برضو دي تقدم لو احنا دوسنا على مفتاح ايه اللي هو المفتاح التسريع طبعا هنا فيه مطور اهو مطور بيشغل الرندلة دي ادي دي جماعة اسمها رندلة اه دي اسمها اه اللي هي الطارة دي يا جماعة اهو كده بيلفها كده عشان تلف المصمار دوك ويمشي تمشي الحركة منتظم مع البقرة دي دي يا جماعة نسيت اسمها الحدفة ودي دي برضو بقرة اهي متصلة ب اهو يا جماعة به بهزا الايه الترسي ده وده الترسي بقى اما بيجي نحيا دي كده بينضم للترسي ده ويلف البقرة عشان تلمي الشريط يجي ينضم لنحيا دي يخلي الشريط يرجع لان الشريط بيخلي دي تلف كده عكسي يخليه يلمي الشريط اه بص يا جماعة لاحظوا الحركة دي مثلا في حالة حالة التشغيل اه اه يا جماعة بس طبعا ما فيش سير فلازم ما بتتضمش ده في حالة التشغيل بيجي الترسي ده عالترسي ده والترسي ده ده بيخليه تقدم بسرعة في ترسي هنا تحت بيخليها ايه اللي هي تشغل في الايه تحت الدراع ده طبعا ده ده الجزء ده ده زي عاملت زي الصنارة يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو ده لما اجي حط الباب اقفل الباب كده يروح ماسك الباب ما يخلهوش يفتح اجي ادوس على الزرارة الفؤاني ده يروح ايه الصنارة دي او الهلب ده يحرر يحرر ايه اهو ده يحرر ده اه ده اهو يا جماعة دوك اهو يحرر زي ما احنا شايفين كده يحرر الباب والباب في سوستة يروح تارد السوستة يتارد الباب للخارج طبعا زي ما احنا شايفين كده خارج هنا اهو دي جاك تاني اهو يا جماعة الجاك ده اهو غير الجاك المتصل بالاشارة طبعا الاشارة هو باين على فيه هنا سلك اشارة ومن داخل ايه يعني فيه اه سلك شعر حاولنا الاشارة عشان ما يهربش اشارة المساجل والضيع طبعا الجاك التاني ده متصل بايه متصل بالمطور هم طرفين طرفين المطور هم يا جماعة سالب وموجب وده ستة فولت طبعا ويهو المفتاح ومتصلة فيه مفتاح صغير هنا ده بيوصل الطيار او الكهرباء للمطور والدائرة التسجيل يعني ده لو لينا راديو شغال صوت الراديو شغال والراديو مش شغال والتسجيل المطور مش شغال او ما فيه صوت فيه التسجيل وفيه صوت في الراديو المفتاح ده ما هو اللي مش مواصل يا جماعة بنقوم بنشوفه شغال ولا لا طبعا اعطالي المسجلات انا اه نزلتها في كل انواع الاعطال المختلفة بعد فيه هنا يا جماعة بقى طريقة التشغيل بقى ايه فيه هنا ازرار زي ما احنا شايفين الزرار ده يا جماعة اللي احنا قلنا ده ده اللي هو اللي هو التيب والراديو اللي هو اللي بيفرق بين يعني وصل اه من حالة الراديو لحالة الايه التسجيل او المسجل ومن المسجل الى حالة ايه التسجيل ده ازا كان طبعا الراديو شغال والمسجل مش شغال فده بيدخل من ضمن الأجزاء اللي يجب فحصها هو وده لأن ده مسؤول عن في حالة التسجيل في حالة الراديو تشغيل الشريط وحالة التسجيل على الشريط عن طريق تغيير الأكس ده أو الجزء ده كده وده نفس الحكاية بينقل الراديو من حالة الراديو إلى التسجيل فطبعا لازم ليه علاقة بإني ما فيه صوت لأن فيه ناس كتيرة قالتلي الراديو شغال والتسجيل مش شغال يبقى كل الأجزاء المسؤولة عن تشغيل الشريط مسؤولة ومنها الهد يعني الهد أهو لو ما فيه صوت لإما ده بايز تالف ذات نفسه ملفات اللي جواه فاصلة أو أحد أثرافه مكسورين أو إن الهد ده بعيد بعيد مش نازل للشريط عشان يحس بالمغناطية اللي موجودة على الشريط المغناطية يصير طبعا بتمر الإشارة من خلال السلك اللي احنا شفناه للجاج ده كده كده لمراحل التكبير في الآخر بعد كده بتطلع في إيه في السماعات طيب طبعا لو في حالة المسجلات اللي زي دي مش شغالة لا شغالة راديو ولا شغالة تسجيل ومش حاجة ما فيش لنده من وراء فتسعين في المية إنه مش وصله كهربا مش وصله كهربا بقى ممكن يكون عن طريق ده الكوردة دي أو اللي هي أطراف توصيل الباور المتين وعشرين للطرانس ممكن تكون بايزة فاحنا بنقيس حاجة حاجة لحد ما نوصل للعطل وهنا أو يكون الطرانس ده أو المحول ده تالف مش موصل مش بتخرج كهربا فممكن نقيسه عن طريق أطرافه دي فيه تلات أطرافهم طلاعين ستة زيرو ستة نشوفه مطلع كهربا ولا لا أو ممكن نقيسه كأوم طبعا خارج هنا زي مش احنا شافين اتنين دايود ومكسف مكسف توحيد للجهد دا وك لأنه تلاتة لأنه ستة زيرو تلاتة طبعا خصوصا هنلاقي في الحالة دي إن كل الأجهزة مش شغالة طبعا نلاحظ طبعا لو فيه كسر في البوردة سلكة مقطوعة عشان نقدر نوصل لإيه للسبب عطل التسجيل قطع ليه كله هنا يا جماعة ندخل بقى الدوائر الراديو لو عايز زيادة في الحاجات دي يا جماعة موجودة فيديوهات كتيرة الراديو بالنسبة لراديو يا جماعة قد الراديو الجزء الراديو باين طبعا هنعرفه من إيه هنعرفه طبعا من العمود الفراي دا هنعرفه من مكسف هنعرفه من الآيفات ديك طبعا دي آيفات خاصة بكل المجاد طبعا فيه هنا دي هنا فيه آي سي دي آي سي الصوت نعرفها إزاي هنعرفها إن هي قريبة من إيه سلك السماعة سلك السماعة جماعة ديه هتلاقيها متجهة ناحية الآي سي ديك أو ناحية الجاك بتاع سماعة الودن آه فسماعة الودن دي يا جماعة دورها إن أنا ما أسمع بها أثناء سماعي حط جاك السماعة الودن هنا كده يا جماعة يتقطع الصوت الرئيسي اللي موجود في السماعة الكبيرة اللي هي السماعة الخارجية دي يا جماعة فطبعا ممكن فيه هنا زي ما إحنا شايفين ريشة آه ممكن وأنا بستعمل سماعة الودن تنزل وتغسل السماعة الكبيرة أخرجها أخرج سماعة الودن ألاقي السماعة الكبيرة دي ما اشتغلتش نتيجة لإن ريشة دي يا جماعة بعدت ما بتوصلش للسماعة الخارجية ده هي دي أحد أعطال الصوت أحد أعطال الصوت فطبعا زي ما قلنا المكسف ظهوره هنا إن هو بيختار المحطة بالاندماج أو بالتعاون مع الملف طبعا فيه إريال خارجية هنا دي خاصة خاصة بالإف إم دي خاصة بالإيه يا جماعة بالإف إيه ما لها جاعة بالإيه إم يعني شغلنا كله لو إف إم أبعد عن إيه أبعد عن المقاو الملف ده أو الملف الفراية اللي ملفوف عليه ما حاول أحيانا يا جماعة بيتبوز أحد المقاوات مثلا ما نلاقيش الإف إم ولا نلاقي المقاوات التانية ده نبحث بس في الحاجات الخاصة بالإيه إم بالإيه إيه يعني نبحث في يعني لو الإف إم مش موجودة نبحث بس في الإيه إف من حاجات الخاصة بيها منها المكسف ومنها الإفات الخاصة بيها يعني قلنا المكسفات الإفات الخاصة بيها خاصة مش كلها يعني كل دي خاصة للمقاوات كلها نلاقي مثلا ثلاثة إف إم اتنين مثلا للإيه إم واحدة للإيه إم هنا فيه تريميرات يا جماعة تريميرات الصغيرة دي اهو كده نقرأ بصورة شوية عبارة عن مفتاح بالزراء اهو يا جماعة اده ودي فيه واحد اهو ده ده اي اف ده وك يا جماعة فيه كويل هنا في الريت وملف وديه واحد تاني اهو ده عامل زر التريميرات اللي موجودة هنا دي بتزبط المجاهد احد المجاهد يعني حاجات خاصة بكل موجهد الساعات تلاقي فهو هنا F M و M W دولك اللي هي التريميرات دي ودولك تلاقيه مثلا لل S W التريميرات اللي هي موجودة على البوردة دي طبعا هنا فيه جماعة احنا شايفين فيه IC جامعة اهي جامعة اده IC اهي دي جامعة اهي لكل مراحل المراحل اهي جامعة لكل مراحل الراديو مع طبعا دولك دي فيه هنا ترانسترات دي شغالة في اول اه دائرة التكبير بتاعت الراديو بس دي الاساسي بقى يا جماعة لان احنا مش شايفين اي ترانسترات تانية تشتغل او IC او IC فالIC دي هو ال IC الجامع للمجات كلها طبعا ممكن يبوز منها تبوز جزئي يعني هي خاصة بالاربع مجات ممكن تروح بايزة فيها جزء خاصة بالFM فدي احد المتهمين ان تكون الFM هي بايزة مع وجود المجات التانية ممكن يكون تلف جزء في الجزء الخاص بها هي بموجة الFM فيه هنا مفتاحة جماعة مفتاح هنا ايه المجات اهو ده مفتاح المجات الSW الMW الSW اهو طبعا دي لو تلف يبوز احد المجات يعني واحد يقولك ده الراديو لقيتك شغال موجة واحدة والثلاثة من الشغية موجة الموجة غير القناة جماعة او المحطة فطبعا المفتاح من جوه يا جماعة ده مع طول الوقت والاستعمال بصد والرطوبة فممكن الجزء المواصلات اللي هو بتاعة الFM مثلا صدت اتاكلت يعني ساعدة بيلاقيها متاكلة مفيش موجودة فدي طبعا بالنسبة لازم طبعا لو هي متاكلة يتغير او ان هي عايزة تتنظف من داخل صدت عليها طراب عليها اي مخلفات تمنع التوصيل موجة معينة او تمنع الموجات كلها يعني ساعات بيمنع الموجات كلها او يمنع موجة واحدة من الموجات دهيك فطبعا ده لازم يراعى عندها اختفاء الراديو او احدى موجاته والاي سي ديك طبعا لو فيه حد يلعب في الايه الفات يا جماعة طبعا بيتغير التردد عشان ما حدش يعبس فيها لان الحاجات دي بتتزبط في المصنع باجهزة مش طبعا احنا احنا احيانا لما يكون حد يلعب فيها وغيرها بنجتهد ان احنا نحاول نزبطها بمفاك صليق مفاك عادة زي مثلا زي يعني مفاك عادة مفاك عادة يا جماعة ونزبط طبعا ده مضطرين لكن انا منصحش باللعب فيها لو محدش فتح الاجهزة دي قبل كده عشان ما غيرش التردد وغير محطات او اضعف محطات لان دي بتتزبط في المصنع ولكن لو انا اضطريت اضبط كده اجيب لو فيه مثلا عندي محطة شغالة اضبطها على التدريج بتاعها على المينة وحاول بقى التريمرات دي سنة صغيرة كده جماعة وعلمت الوضع القديم بتاعها عشان لو ما اضبطتش ارجعها تاني لوضعها طبعا اكيد فيه اتنين من دولك شغالين مع الFM واتنين مثلا مع الAM ماليش دعو بالAM بدا انا ما بزبطش ماليش دعو بالAM بدا الAM شغالة عشان انا بزبط الAF اشوف الAFات دي طبعا انا اعرف ازاي الAFات بتاعت الAM امسك المفاقي كده العادة يا جماعة وهي جيبها على المحطة نفس المحطة اللي شغالة وحاول ازبط كده شمين واشوف ليها تأثير الحركة دي لا اثرت على المحطة ولا لا لو اثرت على المحطة اللي هي موجودة اللي انا مشغالها يبقى دا طبع الFM واعلمه عبس فيها او حد لايب فيها قبل كده او حركها ارجحها للتردد القديم بتاعها وهكذا لحد ما اعرف الAFات دي بتشتغل كل اي اف مع انهموجة لو هزبط الAF ام ابقى عارف ال اي افات بتاعتها لو عارف الAM لو عايز ازبط الAM هي اللي مش شغالة ابقى عارف ال اي ام اللي اعلمهم باي علامة مثلا بألم فلو مصر لحد ما ايه طبعا نبدأ من هنا كده وبعدين ايه واحدة 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 ازبط في المحطة دي واعليها وبقى عارف مكانها لاحسن جودة من غير شوشرة وعالية وتابع العملية ديك واشوف كده المجاد جات ولا لأ وارجع وهكذا العملية دي يعني اقررها لضبط احسن صوت واحسن وعلوه صوت طبعا يا جماعة لو كان مثلا نهنفطارد يعني التسجيل شغال طلع صوت طلع صوت ودي الراديو مش شغال يبقى كده يا جماعة نشوفي الاجزاء الخاصة بالراديو اللي هي بتشغل الخاصة بالراديو مثلا ايه الخاصة بالراديو مثلا طبعا بدل في صوت انا كده طلعت الاي سي الرئيسية بتاعت الصوت برا لان الاي سي ديك بتاعت اخراج الصوت شغالة راديو وشغالة تسجيل والمفاتيح دي هي اللي ايه اللي بتغير فطبعا اول حاجة لو الراديو مش شغال اشوف المفتاح بتاع الايه تغيير الوضع من التيب او من الكسط للراديو لان ده ممكن يكون في برضو مصد من الداخل الاطراف بتاعته متاكلة او مصدية فلازم اعالجها واشوف ايه السبب عملت كده وبردو الراديو ما اشتغلش يبقى الراديو كله ما اشتغلش يبقى كده ممكن يكون ايه الاي سي ديك اي سيه الراديو او اي سيه المباد او فيه مثلا فيه شرخ في البورده بتمنع وصول مثلا ايه الكهرباء لجزء الخاص بالايه بالتشغيل بتاع الراديو طبعا ايه هبص واشوف اي حاجة من اخلاخة لحمات جافة اه فيه شرخ انظف مفاتيح بتاع الموجات بعد كده اشوف بقى ايه الموجة الواحدة اللي بايزة ولا الموجة كلها لو الموجة كلها يبقى طبعا الحاجة المشتركة في كل دهولك هو الاي سي دي وهذا الايه المكاسف المكاسف ده بيشتغل مع كل الايه مع كل الموجات والاي سي دي ايه بتشتغل مع كل الموجات بدل كل الراديو بقى كل الراديو قاطع والتسجيل في صوت وشغال طبعا التزم طبعا برقب الاي سي اشوف اي عبس في الاي افات دي او هنا طبعا لو لقيت الاي ام مششغال والاي اف ام شغال يبقى احتمال الحاجات الخاصة بالاي ام الشغال اللي هي مسلا ايه الملف ده او جزء الخاص بموجة الاي ام الموجود في الاي في المفتاح ده ممكن يكون المفتاح ده يشغل اه موجات وما يشغلش موجات ده ما يشغلش الاي ام الاي ام طبعا ملوش علاقة بالايف ام بعد كده الاي سي دي اولت اللي هي خاصة بالراديو بموجات الراديو ممكن تقاطع تكون قاطع اي ام ومشغالة ايف ام فطبعا الاحظ العملية ديك اتأكد من سلامة الجهد واتأكد من سلامة الجهد الستة فولت واصليه لاحد ارجل لو انا مش عارف عنه رجل يعني واصلة فاني حتة اتأكد من عدم وجود شورت على الدايرة اقيس المكسفات دي كده بالبزر اشوف اي مقاومة مفتوحة تكون شيطة محروقة شرخ ممكن يكون هو اللي عامل اللي عاملها ديك بعد منظف طبعا مفتاح الموجات ده والمفتاح دا وك وخصوصا في حالة قاطع كل الراديو مع وجود شريط الكاسد شغال من المعروف يا جماعة ان الراديو ده راديو اتجاهي يعني يعني في موجة الام دي اهي لازم يكون ليه اتجاه الملف دا ليه اتجاه يعني لو حطيته كده هيخفي لي هيجيب لي المحطات واطية لو لفيته كده كده او كده هلاقي الايه على حسب موقعي يعني هجيل الصوت اوضع فهو لازم تغير وضع الراديو وتتأكد ان استقبال المحطات في احسن وضع للراديو سواء نحية الجنوب او الشمال او نحية محطة الارسال فلازم نلاحظ الحكاية دي اما وجود فيه ساعات بقولك الجهاز عليه طانين فده عطل يا جماعة عطل باور وخصوصا للمكاسفات الباور اقلم الطبيعي الباور اللي هو الطانين طانين كده يا جماعة صوت زي الطانة فده معناه ان المكاسفات ما بتنعمش الجهة دي كويس ساعات نلاقي صرير صرير او خشولة ده بيبقى تلف احد المكاسفات ما بتصربش الترددات العالية دي للارض نبحث عن اي حاجة اي حاجة اي يعني اي مكسف يكون مفكوك مكسور محروق وصلة ارضه يعني مقطوعة لان هي دي اللي بيبقى فيه تمال مكسف وفصوصا اللي هو الواحد واحد واحد من عشرة من ماكرو ده بيعملينه عشان ايه لانه بيمر الترددات اللي هي اللي هي اللي هي اللي عالية اللي هي فيها سكساكة كده دي بيوصلها للطرف لبيوصلها للارضي الارض طبعا معروف عندنا الأجزاء المعدنية دي تمال اللي بتاخد الارضي اوه يا جماعة دي بتاخد ارضي سالب ارضي ف لتأكد من الحكاة دي طبعا في نسيت اقول حاجة زي ما احنا شايفين ده ستة فولت طب احنا عارفنا ازاي نجاز بالشغل على ستة فولت عن طريق عدد الحجرة الموجودة في علبة الحجرة دي من البورا نشوفها بياخد كام طبعا عارفين ان الحجر بياخد واحد ونص فولت واحد ونص ايه فولت واحد واثنين من عشرة بس هو واحد ونص فولت اللي ماشي اللي غير قبل للشحن طبعا عسب العدد نجمعهم يطلع علينا قيمة الترانس لو احنا مش عارفين الترانس ده كام خارجه كام فولت في عطل يا جماعة ازا اقولوا تاني لو الجهاز ندوس على زرار الكاسيت بيشتغل المتور بيشتغل واصل له كهرابر الراديو ولكن ما فيش ما فيش ما فيش صوت على الراديو ولا التسجيل ده يا جماعة يبقى ايه ده اول حاجة السماعة السماعة دي يا جماعة طبيعي اللي هي بتخرج الصوت هقيس الصوت هقيس السماعة واتأكد من الاسلاك الواصلة لها شغالة ولا لا تاني حاجة الجهاز ده الجهاز ده يا جماعة زي ما قلت الجهاز الوزان ده ده من خلاله بيوصل الصوت للسماعة اتأكد لو عندي لو عندي اه سماعة ويدن اشوف فيه صوت هنا ولا لا لو فيه صوت هنا وما فيش في السماعة يبقى السماعة دي فيها حاجة لا اما هي بايزة او 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 الصوت الراديو مش وصل لها فطبعا اشوف العملية دي ايه سبابها عن طريق القياس السلك سليم ولا لا فيه شرخ على البورد ده بعد كده يا جماعة فيه هنا مفتاح الفوليوم اهو ده العادي لتلاتة طرف اللي هو الاستيريو لستة طرف طبعا احط هنا كده يا جماعة فيه هنا تلاتة اطراف وهمك مش عارف بينين ولا لا احط مفاكي كده رفايع على الطرف مثلا ايه الوسطاني لقيته اداني صوت يعني اداني زنة في السماعة طلع صوت خد الاشارة بتاعت ايدي دي بواسط المفاك وطلحها في السماعة يبقى جميع مراحل المكبر كلها سليمة مكبر الصوت الى الى مرحلة السماعة او السماعة يعني وكمان سماعة الودن طبعا اديت اشارة وما طلعش صوت يبقى كده اللعب كله في دايرة الصوت في دايرة تكبير الصوت بتاعت الراديو وبتاعت التسجيل اللي هي مشتركة بالاتنين طبعا انا فيه فيها جماعة خلي بالكو عشان في فيديوهات تانية عن المواضيع دي كل دا تكمل البعض لانه صعب ان اشرح كل الراديو والتسجيل وكل اعطاله في فيديو واحد لازم متابعة هذه الاعطال ومعرفتها طبعا اهم حاجة يا جماعة اول ما امسك التسجيل كده انظف الضرار دي ودي لان مفاتيح المجاد مفتاح التشغيل ومفتاح الصوت بسبري تنظيف كحول عشان دا من اهم الاعطال اللي هي بتحصل من اهم اسباب المسببة الاعطال نتيجة اننا اللي كانت فترة دخل فيه طراب فدي مهمة جدا عايز اقول حاجة تانا يا جماعة لازم نلتزم طبعا يا جماعة المفتاح دا مفتاح الفوليوم احيانا فيه طلعات اراض زي ما قلنا فيه طرف ارضي واحد خارج اشارة واحد دخل اشارة لو تفصل الطرف الارضي دا من طالة الاطراف يعني معناها ان انا مش هتحكم في الصوت الخارج من الراديو لان المفتاح اللي انا بتحكم بيه دا بواسطة قرب وابتعاد الطرف الارضي الطرف التالت من الاشارة عن طريق طبعا تغيير الاوكرة ديك او اوكرة المفتاح فلهو مثلا ما بيشتغى ما بيواطش الصوت يبقى طرف الارضي بايز ممكن يكون فاصل من على البردة او ان المفتاح ذات نفسه هو اللي بايز ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة يا جماعة واضفت شيء ليه الرداوي او شرح الرداوي باعطالها بمسجلاتها بحاجتها كلها اللي عايز المزيد موجود يا جماعة انا متكلم في حاجات كتيرة يعني فيه فيديوهات كتيرة بتتكلم على الرداوي والرداوي بالتسجيل والرداوي والرداوي بس فيه حاجات كتيرة هتفيدكوا تابعوها دي هتزود وتنمي معرفتكم في المجال ده وك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موسيقى